السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب بداية نرجع إلى تشابتر 4 في محارات التحليل الدالي لموضوعنا اللي هو هيلبرت سبيس and أورثو نورمال سيستم بدلا ناخذ تعريف الينر برودكت سبيس or بري هيلبرت سبيس 4 4.1 تعريف انر انر برودكت سبيس سبيس او يسمى بري هيلبرت سبيس سبيس جمع هذا عنوان الموضوع الديفينيشن تعريف او انر برودكت سبيس او او الديفينيشن 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 لا انر برودكت او يسمى ايه بمعنى اماب دالا الديفينيشن الديفينيشن كمبليكس نوار C. كذلك بحيث أنه لكل ألفا بيتا يحب لأهان C. الشروط الآثية تكون متحققة هذا الشروط الآثية الشرط الأول الشرط الأول أن يكون في أبساي في أبساي يساوي في أبساي في أبساي في كونجيجيت هذا كونجيجيت تعرف هذا البار يعني نقصد به شنو نقصد به الكونجيجيت كونجيجيت الشرط الثاني أن يكون اللينياريتي ألفا فاي بلس بيت أبساي ويالأوميغا هذا يساوي ألفا في أميغا في أميغا بلس بيتا في أميغا في أميغا هذا هو الشرط الثالث اللي تكون في أبساي في أميغا في أميغا في أكبر أو يساوي صفر دائما تكون موجبة إلى العنصر نفسه في مع في في مع في دائما تكون القيمة تكون شنو موجبة وفاي مع في يساوي صفر إذا وفقط إذا كان الفاي تساوي صفر هذا هو ببساطة تعريف الانر بروديكت سبيس رجع نشرحها من جديد تلاحظ أن يكون الانر بروديكت سبيس يكون أو نسمي بريهيلبرت سبيس إز أكومبليكس فيكتر سبيس في أكيوبيد ويذ مع الانر بروديكت مع الانر بروديكت يعني دالة ماب الدالة ماذا؟ الانر بروديكت هنا عنده مدخلين اللي هي V يطين قيم مالتق في C بحيث أن السجدات لكل الفا بيتة تنتمي إلى C وفي أبساي ينتمي إلى والأوميغا ينتمي إلى V تحقق الشروط الآتية الشرط الأول أن الفاي مع الأبساي يساوي الانر بروديكت كونجوكت أبساي مع في يتبدل وحط ل زائد بيتة أبساي وأوميغا يساوي ألفة فاي هنا يتوزع الفاي مع أوميغا زائد البيتة يطلع خارج أيضا أبساي مع أوميغا والشرط الثالث اللي هو ألفة فاي فاي أكبر أو صفر إذا كان القيمة أكبر أو صفر والفاي فاي يساوي صفر إذا كانت الفاي قيمتها صفر هذا واضح التعريف إن شاء الله يكون واضح عدكم هذا التعريف يكون واضح عدنا ملاحظة ملاحظات هنا الريماركس الريماركس تلاحظ الآتي observe that observe that الأول الأول ملاحظة أن property one property one implies implies inner product phi phi equal to inner product أيضا phi ما راح تغيرها conjugate ما راح تغيره هنا وهنا ما راح يأثل إنه هو نفسه this means that this means that هذا يعني أن phi phi inner product ينتمي إلى r لكل phi لكل phi تنتمي إلى v لماذا؟ لأنها تعرف العداد الحقيقية دائما العدد يساوي conjugate ما راح العدد الحقيقي إذا كان x يساوي x conjugate then x ينتمي إلى r هذه تعرفوها من complex number complex analysis ملاحظة الثانية the inner product the inner product is not linear يعني في الجزء الثاني شبيل مو لينيار جزء الاول قدنا لينيار حسب الخصائص مرتها لكن في الجزء الثاني ليس لينيار هس نشوف ليش مو لينيار إذا أخذنا في مع ألفا أبساي بلس بيتا أوميجا هذا راح يساوي إذا بدلناهم لازم نخلي كونجيجيت ألفا أبساي بلس بيتا أوميجا ويمن ويالفاي هذا شي ساوينا حسب الخاصية الأولى هذا يساوينا تبديل مع الكونجيجيت حسب الخاصية الثانية يتوزع راح يساوي عندي ألفا أبساي منه مع الفاي بلس بيتا أوميجا مع الفاي هذا كله شنو كونجيجيت موجود هنا فينزل على الكل كونجيجيت ينزل على الكل هذا بواسطة شنو هذا هذا بواسطة أولا هذا منين عرفنا هنا بواسطة ثانيا استخدمنا الخاصية الثانية هنا استخدمنا الخاصية الأولى أنه التبديل يصير كونجيجيت وهنا عملية التفزيع اللينيار بالفرست أرغومنت لينيار احنا استددنا أنه ساكند أرغومنت نوت لينيار فهذا راح يساوي هذا أيضا راح يساوي بدورة ألفا كونجيجيت الكونجيجيت قلنا عضوه بيتوزعه على الجمع ألفا كونجيجيت أبساي فاي كونجيجيت بلس بيتا كونجيجيت أوميجا فاي كونجيجيت توزع الكونجيجيت على الكل على الجمع وعلى الضروب تعرفون هذا من خصائص العداد العقدية من خصائص العداد العقدية أن Z1 بلس Z2 كونجيجيت يساوي يساوي Z1 كونجيجيت بلس Z2 كونجيجيت وطيبement Z1 Z2 كل conjugate vaigر unos Z1 conjugate Z2 conjugate توزع conjugate على الجمع وعلى الظرب وعدنا حالة المساواة فاستخدمنا هذه الخاصية هنا استخدمنا هذه الخاصية هنا في هذه الخطوة بالتالي هذا رح يساوي Alpha conjugate ط добавл نقود نغيره هنا نستخدم ثانيا نستخدم اولا Phi else Bi بلاس هذا شو نصار هنا عندي نعني double conjugate معناها نغير نغيرنا هسه صار conjugate conjugate بلاس beta conjugate هنا ايضا phi omega double conjugate والdouble conjugate من خصاص على العقدية حقيقية العقدية z1 conjugate يساوي z1 نستخدم ايضا هالخاصية هنا فراح يكون عندي alpha conjugate phi upside plus beta conjugate phi upside وهذا الحقيقة not linear لاني linear لازم يكون هنا حتى يكون هذا linear لازم يكون alpha بدون alpha conjugate ان هذا لا يساوي in general this is not equal to alpha phi upside plus beta phi omega لازم يساوي لازم يساوي لازم يساوي لازم يساوي لازم يساوي alpha phi upside alpha يخرج برا phi upside plus beta phi omega فحتى يكون linear لازم هذا يتحقق هذا الشرط لا تحقق لان هذا صار عندي شنو conjugate هنا وكذلك هنا شنو صار عندي conjugate إذن لازم يساوي لازم يساوي الملاحظة الثالثة الملاحظة الثالثة تلاحظة الثالثة لكل phi omega تنتمي إلى V 0 V ويال omega لازم يساوي 0 وكذلك بدورة يساوي يساوي phi zero V يعني الصفر inner product العنصر الصفري مع أي فيكتر رحيس أو صفر سواء كان المسقط الأيمن أو المسقط الأيسر شن نثبت هذا الشيء check from to خاصية الثانية من خصائص inner product البيت equal to zero alpha phi omega يساوي alpha phi omega alpha phi omega تخرج برا هذا let alpha تساوي صفر إذا alpha صفر شو حصل عندي alpha phi omega رح يساوي zero في phi omega صحيح وهذا بدورة إذا zero في أي عنصر رح يكون zero هذا بال V يعني العنصر المحايد مع الأوميغا وهذا يخرج 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 وهو رأسا يخرج برا أنه يخرج خارج zero في phi أوميغا رح يساوي صفر لذلك حصلنا على أن هذا طالما أنه أكبر عنصر صفري رح يكون المقدار يساوي صفر وأيضا الملاحظة السابقة التي أخذناها أنه نوت لينيار قبل شوية أخذنا قلنا هذا عندي شنو يساوي هذا المقدار هذا المقدار يساوي هذا المقدار هذا المقدار يساوي هذا المقدار إذا عوضنا beta صفر إذا عوضنا بيتا صفر في هذه المعادلة يعني بيتا يساوي صفر ايش راح نستنتج راح نستنتج اذا كان البيتا صفر راح يكون هذا شنو فاي الفا ابساي راح يساوي الفا كونجيجيت الفا كونجيجيت فاي ابساي هذا ليش لان هنا عوضنا بدل البيتا شنو هالعلاقة اللي حصلنا عليها عوضنا بدل البيتا صفر هنا هذا المقدار صفر فراح بقى فاي الفا ابساي وهنا ايضا هذا البيتا صار صفر فبقى الفا كونجيجيت فاي ابساي حصلنا على العلاقة من العلاقة السابقة هنا اذا لات الالفا تساوي صفر هذا نستنتج انه فاي صفر في ابساي ها طبعا راح يساوي نسحب الصفر خارج فاي ابساي ان البرودكت ويساوي صفر صحبنا طبعا الصفر اذا تاخد الكونجيجيت مداخل الكونجيجيت هو يبقى نفسه نكتفى في هذا القدر المحاضرة هذي نكملها بالمقطع الثاني لان تعرفون الفيديو ما يتحمل بالمحاضرة الواحدة ترجمة نانسي قنقر